AOL هي علامة تجارية ممتازة إذا جمعنا قوانا فسنبني جدار حماية أمام مايكروسوفت أعلنت AOL عن صفقة مع مايكروسوفت في اليوم التالي قاموا بإلحاق إنترنت إكسبلورر مع نظام تشغيلهم كم بقي؟ ثلاثة أو أربعة أرباع قبل أن يدمر محصلتنا النهائية جفاك إقناعا لنا نحن وافقين هذا الشخص الذي يدعو نفسه مايكل فين هو شخص يدعى ديفيد كيم ستانلي وهو هارب من القانون أيباش أكبر حدث موسيقي مليء بالنجوم على الإطلاق نقوم بجولة تجلدية ولماذا أقوم بذلك؟ لكي نتأكد من الأخطاء وإصلاحها إطلاق الأسواق المالية أصبح شبيها بالشروط التي تقوم بتشريع هذه الشركة أمر جيد أن نعود لإدارة شركتنا مع ثلاثين مليونا زيادة على رأس المال هل سنقوم بالتسعير؟ سينجح هذا أم لا؟ سوف نفعل سبعة وثمانون سبعة وثمانون سبعة وثمانون مريعون لقد وصل سعر سهم جلوب دوت كوم يوم أطلاق الأسواق المالية إلى سبعة وتسعين دولاراً لكل حصة وبعد شهرين انخفض إلى ثنين وعشرين دولاراً السبب طبيعة السوق أثناء الانفجار والتقييمات في كل مكان هل قدرت شركة ذا جلوب بمليار دولار في وقت ما؟ أنا لا أعرف لكن سأخبركم بهذا الناس أنفسهم يذمونك على ارتكاب ذلك الخطأ ما يمكنك فعله هو الاستمرار بعملك آملاً بحركاتك التالية العودة للطمة تركيني 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 دعيني هاي 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 ماذا تفعل بني؟ شد كتفيك دع قدمك عمودية مع يديك كهذا جاهز؟ أطلق من الآن فصاعداً هكذا سترمي امتلكت ثلاثة آلاف حصة من سهم ذا جلوب إن وزارة العدل تمضي بدعوة منع الاحتكار شيء جيد لقد خسرنا ثمانية وثمانين مليون دولار ذاك الربع اضطررنا إلى فصل خمس عمالنا قرابة خمسمائة شخص اضطررنا لترضي أشخاص من العمل بعد النمو الهائل ربعاً تل وربع تل وربع وصلنا إلى مكان لا مفر فيه من فصلهم العديد من الناس الذين قضيتم معهم ثمانون بالمئة من ساعات عملكم لم نكن نبيع الكمية التي أملنا ببيعها وظفنا عدداً كبيراً واضطررنا إلى فصل بعضهم ذلك شيء سيء وكريه لكنه كان ضرورياً لنكمل طريقنا نحو الأمام سيد باركس ديل أهناك أجراءات فصل جديدة؟ وماذا ستقول للمستثمرين؟ وما قدرة نتسكيب على تحمل الخسارة؟ كيف حالكم؟ كانت الفوائد تستمر موظفو المبيعات ما زالوا يبيعون بكثافة وهواتفهم لا تزال ترن كثيراً كنا نتوسع في أنحاء العالم محاولين ردع فكرة أننا نموت ونشر صورة إيجابية شكراً هل ماتت نتسكيب؟ اعتنوا بأنفسكم بصفة الشخصية فكرت وقلت إن هذا يبدو سيئاً وبصفة نائب رئيس اتصالات الشركة قلت ماذا سنفعل تالياً؟ لن نغوص بالأسئلة حول وصولنا إلى هذه المرحلة فعلينا نشر الثقة بمستقبل نتسكيب سعيد ومليون بالحيوية والحب فهمت؟ أجل فلنوجههم بقدر المستطاع نحو استراتيجياتنا نحتاج إلى وسائل تحنيط نتسكيب شركة تتجاوز المصاعب أجل بتجهيز الجثة لعرضها وكيف أننا ننبتق من جديد؟ كل شيء حقيقياً انظروا إلى الجثة كفاك يا مارك؟ رجاء آه إنها مزحة فقط ابتهجي أنا أؤدي عملي الذي يستلزم التحدث عن كل تفصيل صغير بشكل مزعج لو توقفت عن ملاحظاتك لنتهينا من عشر دقائق لو لا هذا الاجتماع لكنت نائماً الآن متأسفة لجدك من سريرك في العشرات والنصف وقيت بالأمس حتى الرابعة واضح؟ أجل أجل حقاً؟ هذا يكفي هذا ليس موقفاً يرغب أي مننا بالوجود فيه أعني المشاعر متراكمة فصل عمال انخفاض سعر الأسهم وجيم كلارك شخصياً خسر مليار دولار للشهر الفائت ويقال قد يضطر إلى الانتقال لجزيرة صغرى كأنك تقلل من مشاعري كفاك لن أفعل ذلك روزان فعلت هذا مئات المرات وأعرف جيداً ما علي أقوله جيد حسناً انظروا ليس هناك شجرة تنمو إلى السماء لكن ما زال لدينا حيوية كبيرة هذه شجرة مذهلة علينا فقط تقليم الأغصان الضارة وجعل الشجرة تنمو مجدداً ولو احتجنا إلى بيعها كحطب هل يستثمرون بشجرة ميتة؟ جيم كفاك عليكم أن تبقوا حضاريين وأن تعودوا للعمل فوراً لكن علينا أن نكون أكثر وضوحاً بخصوص استراتيجيتنا في المستقبل لأننا إذا لم نتمكن من التنافس في مجال المتصفح فعلينا أن نقنع الناس أن هناك سبباً آخر للقدوم إلى نتسكيب آيباش كان خطة بيكسل لإحداث أكبر ضجة في عالم كانت تحاول فيه شركات الإنترنت باستمرار التفوق على بعضها بعضاً كان الجميع يتنافس للفت أنظار الناس وأفضل طريقة للفت انتباه الناس إقامة حفلة مجنونة في لاس فيغاس أمضيت حياتي بالاستثمار في شركات التكنولوجيا أبحث دوماً عن مؤشرات خطر تجعلني أعرف الشركة المحتالة وعلى الأغلب أكبرها أضخم وأكبر مؤشر خطر لأي استثمار محتمل هو إقامة حفلة وكلما كبرت تكبر الحيلة من دون استثناء بيكسلون في الواجهة الرسمية لعبارة حفلة كبيرة فالحيلة كبرى حسناً إذن كان يقيم عرضاً في ناد صغير في جرينيتش فيلش وكان لا يزال يستخدم اسمه الأصلي أنتوني بنيديتو وكان يرتعد خوفاً بسبب وجود شخص اسمه السيد بوب هوب بوب الكوميدي؟ لا بوب السمكري كان يحضر العرض مع صديقه اللحام بينغي كروزبي وإليزابيت تيلور مقتزلة المحكمة إنني أمزح معك يا دون ذهل بوب بالعرض وطلب من توني أن يرافقه بجولته لكنه قال أنتوني بنيديتو اسم طويل ما رأيك بأن نطلق عليك توني بنيت؟ إذا؟ ربما توني ترك قلبه في سان فرانسيسكو لكنه ترك اسمه في جرينيتش فيلش إني لا أصدق أبداً أن زوجك يحتسى الشراب مع توني بنيت لكن توجب علي التأكد من أن تلك الأنابيبة كانت بحالة ممتازة هل في وسعنا مقابلته بعض العرض غدا؟ بالطبع سأتصل به لآي باش أجل لمايكل فين أهلاً شكراً 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 كان هناك حركة في ذاك الوقت فإن امتلكت مصدراً مفتوحاً مع الناس الذين يعملون بمنتج برمجي فهذا يزيد من فرصة تطويرك لشيء رائع مما لو كان لديك أشخاص قليلون يعملون عليه فوضعنا متصفحاً التسكيب كمصدر مفتوح مساهمة بذلك إياك والعبث معي لا أعبث معك ولا مع أي أحد سيحتاج ذلك إلى الذكاء لو كنت أنا لما تعاملت معه وبخصوص المصدر المفتوح فلقل سمي البرنامج موزيلا مصدر مفتوح حقاً سيحدث بالتأكيد قالوا لدينا فكرة مجنونة ستساعدنا في المنافسة سننشر مصدر المتصفح المفتوح ليساعدنا مطورو المصادر المفتوحة استخدم الإنترنت من قبل المهندسين الباحثين وبعض الشركات والجامعات ليتشاركوا المعلومات ليسمحوا للجميع بالاستفادة من اكتشافات شخص أو فريق ما سلطة الدجاج يسألني الناس عن الوصفة ويكونوا ردي ليس من شأنكم كنت كذلك أقول الآن تريد الوصفة؟ خذها وسأقول لك إن كان لديك أفكار لتطوير اختراعي نفذها جبنة فونتينا جميل خردر الكراز لا أعرف يبدو جيداً يا صديقي كنا مهتمين جداً بتاريخي التعاون والاختراع والبحث المفتوحين آه جيد لقد فهمنا مفهوم قيمة التشارك بالإنترنت حسناً كنت سأفكر بإضافة بعض هذه المكونات بنفسي لكن وإن فعلت لا أملك فريقاً هائلاً ولا وقت لدي لقلي اللحم وصنع الخردل والذهاب للمتجر لجلب الجبنة إذن بمساعدة المجتمع الخارجي هوات صلطة الدجاج سأحصل على هذه الشطيرة اللذيذة في وقت أقل بكثير مبدأ المصدر المفتوح جعل المتصفح مصدراً مفتوحاً هو المناورة المثالية برأيي تفكرون عظيم نال شطيرة لذيذة لكن الجميع يعرفون الوصفة وماذا سيستفيد حسناً شطيرة ستلفت انتباه العيون وأثناء تفقدها لشطيرتك قد تلاحظ العيون بعض الأشياء التي تعرضها أنت أيمكنني أن أتذوق لقمة؟ طبعاً أن أتناولها سوياً في الوقت ذاته؟ لا كما هو واضح أعجبت بالعرض فعل شيء كهذا سيستخدمه ثمانون أو تسعون مليون شخص كان بالتأكيد سابقاً لأوانه لأنه كان يعارض ما كانت تفعله مايكروسوفت وما فهمت وولستريت والصحافة على أنه كان من المفترض أن يحدث هذا ما قمنا بفعله عند نشر متصفحنا الأولي عام 94 وها نحن مجدداً شعور أشبه بالعودة لجذورنا الجريئة أحببت ذلك ما هذا ذلك الطريق لمشروع موزيلا وفايرفوكس وتأثر فريق كروم من جوجل حتماً فكل شيء كان قد تأثر به كنت مراسلاً في The Industry Standard والتقيت للمرة الأولى مايكل فين عندما حدث آي باش نمتلك تكنولوجيا خاصة تكنولوجيا مبتكرة وثمانية وعشرين مليون دولار في المصرف لأن أصدقائنا في أدفانسيند بشيكاغو أدركوا أن بيكسيلون أسست نفقاً للمستقبل وأتتني فكرة لن نستمر بإخفاء ميزاتنا آي باش هو شمعداننا وسيقوم بنشر الضوء في كل العالم أود سماع ما أوصلك لهذه المرحلة كيف أصبحت فتى من أبالاتشا رائداً بالتقنية أنت من أبالاتشا صحيح؟ تبدو وافقاً كانت لي صديقة منها لهجتك أي لهجة؟ لدينا أكبر نجوم عالم الموسيقى لا أحد سيأبه بمن هو مايكل فين هاي بول تعهل أريدك أن تلتقي بدان مراسل يقوم بقضية عن نهضتنا للعظمة كان يقول إن سبب قيامه بذلك هو من أجل أن يحقق صخباً يجذب كل الانتباه ورغم التقائه صحفياً لم يجب عن أسئلة شخصية لم يريد أن تأخذ له صورةً ولم يبدو مرتاحاً عندما كان موضوع الحديث عنه بول هو مديرنا التنفيذي هنا هناك القليل من الزجاج على كم قميسه فقد ضربته بزجاجة أجل بإمكانك الذهاب والاطمئنان على زوجتي والأولاد؟ طبعاً شكراً لك أهلاً لقد دعونا مجموعة من الأولاد ذوي الأوضاع السيئة لآيباش ليان رايميز ساعدت بإدارة الأمر شابة لطيفة وذات صوت عذب هاي انتظر هل تحب ذاهو؟ أعشقهم عرفت أنك من محبي ذاهو تم الأعلان عن دفع مليوني دولار لذاهو بمرحلة من أجل أن يجتمعوا ثانية من جديد ستشعرك معرفة أنه في غضون ساعات سيكون بيت تاونز هنا بالقشعريرة وسوف تجلس في مقعد بالصف الأول أجل أنا وكل من يملك الإنترنت ذلك صحيح؟ أجل هيا تعال أهناك رقم تأمله بيكسلون؟ ملايين عشرات الملايين قد يكون ملياراً سيدي أخرج من هنا ماذا؟ سمعتني؟ إنه فين مايكل فين إنه مايكل فين سيد فين متأسف أخطاء طبيعي لا تطلق حياله لدي هيا 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 حقاً تفقدوا ليان وشيلا حسناً نتحدث لاحقاً حسناً هناك شعار صاغه مدير تنفيذي لنتسكيب هو مصطلح يدعى الإفكاف با إنمو كثيراً وبسرعة إنمو كثيراً وبسرعة إنمو كثيراً وبسرعة كون الأكبر إنمو أكثر وأكثر اشتري أشياء قمنا بذلك لذا بدأنا بالاقتناء أصبحنا نقوم بإدارة شركة تقييمها من تسعة أرقام احتجنا إلى تغذية التقييم لا أعرف كم أنفقنا ربما مئات الملايين على الاقتناءات بدأنا دخول عالم ألعاب الفيديو لقد قمنا بشراء شبكة كاملة من مواقع الألعاب مثل جيمز دومين هابي بابي هاي إن اشتريت شركة وارداتها تصل إلى مئات الملايين فسيجلب ذلك الاستقرار لعملك ويجعل ذلك تقييم المليار دولار أكثر حقيقة لقد حاولنا المواكبة لنثبت أن التقييم الذي نلناه هو مستحق لنا بكل تأكيد قال مايك إيجن تود أنت تعرف مدير السانغلاس هات شخصياً؟ لننشئ استراتيجية أنترنت لهم ونضم إلينا السانغلاس هات الفيتامينات هي المستقبل هناك موقع فيتامينز دوت كوم وهو قيم لماذا لا نشتري فيتامينز دوت كوم؟ اقتناءك شيئاً يعود بواردات هائلة هو أمر مساعد لكن الشراء شيء خاطئ يقعنا في أزمة سعينا خلف الشيء الجديد التالي أيضاً وذلك تشتيت لتركيزنا الرئيسي هذه طبيعة الأمر تتغير الملكية وطريقة إدارة الأمور عندما تعمل على شيء رابح ركز بعمق وضاعف استثمارك وحسن من إدارتك له ركز فقط على العمل الأساسي حيث تجرب أشياء جديدة وأحياناً لا تجدي هذه الأمور نفعاً لماذا التعطل ويستمر؟ ما هو النقص؟ حسناً فكر تحققت من أخطاء التجزئة؟ طبعاً تحققت من وجودي مرحباً هل أردت؟ تفضل، اجلس بالمناسبة أنا جيف نقدم لكم من بيكسيلون دوت كوم أول بث إنترنت تلفزيوني بجودة عالية على شاشة كاملة ترقبوا المزيد على موقع بيكسيلون دوت كوم ابقوا في أماكنكم أيها الناس هناك المزيد من العروض القادمة هدف آي باش كان إقامة حفلة إطلاق هائلة في لاس فيغاس في رقب ذهو، ديكسي تشيكس، توني بينت، كيس، ليان رايمز و... فيث هيل ولا أذكر كل الأسماء التي كانت هناك وبصراحة كان هناك أسماء لم أسمع بها مطلقاً من قبل أولئك الأولاد المساكين ليان قالت يمكنني مناداتها ليان كانت تتحدث عن فتاة والدها في السجن وأمها مدمنة أنا آسفة أعرف مضت أشهر في القصص الأخرى ولكن اليوم هو ما زال نفسه هنا إذن أتريد أن تتذاك وتتحدث عن قوانين الوقت والمكان؟ أم تريد معرفة ما الذي سيحل بآي باش؟ آي باش آي باش هيا آي باش لا أريد استعادتها مايكل مع اقتراب إطلاق الأسواق المالية الأسواق المالية مع اقتراب إطلاقها ووجود القليل من القصص لدى العائلة والأصدقاء الجميع سيخرج من كل مكان مدعين أنهم أصدقاء أعزاء لمايكل فين مايكل فين لا أريد أن أضغط عليك حسنا آخر شيء أريده هو أن أضغط عليك أحتاج إلى مئتي ألف مئتي ألف كنت أعلم أنني أعرفه مئتا ألف مايكل فين كان من غير المعروف أنذاك أن مايكل فين لم يكن في الحقيقة مايكل فين بل شخصا آخر يدعى ديفيد كيم ستانلي أنشأ شركته الناشئة تحت إدعاءات كاذبة ديفيد 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 آسف لمضايقتك لكن هناك شخص يريد لقائك بشدة أوه شكرا إذن ما هو رأيه؟ ماذا؟ سي أم بي سي لم تكن كما هي اليوم لكنها كانت تنمو وكانوا يقيمون عروضا عن كيفية حدوث هذا انظروا لليافعين أصحاب المليارات كيف تساوي الشركة أكثر من جنرال موتورس أشخاص بمنتديات الإنترنت يقومون ببيع مكشوف لأسهمنا والترويج الكاذب لها قائلين مضت قصة طفل الإنترنت الوسيم صاحب المليارات وقد كانوا الآن يبحثون عن الجانب الآخر للقصة لديك عشر رسائل أكرهكما قرأت هذا في منتديات الإنترنت الجميع يكرهكم كان هناك بريد صوتي فيه امرأة تتوسل وتقول لقد وضعت جميع مدخرات حياتي بضع مئات الآلاف في ذاكلوب واختفت جميعها بقيت نحو أسبوع تترك لنا رسائل الإحباط الصوتية ولم تتمكن من فهم أين اختفت أموالها ظنتها بحوزتنا لديك ثماني رسائل خسرت كل أموالي رجاء رجاء أعيدالي الأموال وسأكون بخير أعيداها أعيداها تحقن لكما وازداد توترها مرة بعد مرة وكانت تصرخ وتهددنا صارخة سأقتلكما سأقتلكما إن لم تعيدا الأموال يريد الناس موتكما يجب أن تموتا سأقتلكما سأقتلكما إن لم تعيدا لي كل أموالي وصل الفريق من آزاز أفضل البقاء وسماع الرسالة مجددا سحقا لكما أريد استعادة أموالي كانت قصة بالأخبار عن مضارب يوميا يقوم بقتل زملائه بالعمل كان شيئا منتشرا أن يفقد الناس عقولهم ويقتل الآخرين فقلت وتود سيقتلوننا هل سنضطر إلى جلب موظفي أمن إلى هنا؟ ما الذي يحدث؟ أزاز للبيع بالتجزئة بالإنترنت؟ أنا لا أدري سبب عملنا بالبيع بالتجزئة إني أعرف لما أصبحت أمازون عملاقة أو أن المحللين قرروا أنها كذلك سندفع 45 مليون على تجارة إلكترونية أرسلنا قرابة 250 ألف مستخدم شهريا مبيعاتهم بالكاد تحركت يتصرفون كأنهم رجال أعمال رياديون ونحن جماعة وول ستريت الآتون من فيلم تريدينغ بليس نحن أصغر منكم سنا حقيقة كانت ياهو ستحطمهم ولا أدري لربما كان يجب علينا فعل ذلك ولكن أهكذا أريد أن يكون أسلوب قيادتي؟ مرحبا متأسف إني لا لا تتأسف لا مشكلة المشكلة الوحيدة هي أنك لست على ما يرام أنا أشعر بالفشل فحسب بالفشل؟ أجل هذا منطقي عمرك 25 عاماً وأنت مدير تنفيذي لشركة بأكبر ربح بأول يوم إطلاق أسواق مالية ومعك هذه المرأة فائقة الذكاء اللطيفة جداً والجميلة للغاية أيضاً هنا والمتواضع بالتأكيد الشخص أكثر تواضعاً في تاريخ البشرية مرحباً أنا فين سيد فين متأسف لإزعاجك الهواتف هنا ترن بشكل جنوني الناس غير قادرين على الولوج لبثنا المباشر اتصلنا بالمبرمجين لكنهم قالوا إنهم يرفعون مقاطع معدلة على الموقع فمن هو المتكفل بهمور البث الحي لماذا تكذب علي؟ لماذا أكذب؟ أنا لست... لما تعتقد ذلك؟ الكذب عادة بشرية شنيعة ألا تعرف؟ لكن حسناً بطريقة أو بأخرى ستعرف عندما أعود ستأتي إلى مكتبي وألقنك درساً أعد ماذا قلت لسمك؟ لم أقول لك برات مجنون هاي ستصعد فيس هيل سيتجه بعض مننا إلى الجماهير آه يقول الناس أن يشفه فيس هيل أنت أجمل بكثير كم أنت لطيف يا فان إذن؟ هيا لدينا بضع دقائق فقط إلى أين؟ لنشاهد فيس هيل يجب عليك مشاهدتها مباشرة ما خطبك؟ إنني أحاول تحقيق أكبر حدث في تاريخ الإنترنت وطلبت أن تتركيني لكي يؤدي عملي وأن لا تحرجينني تتذمرين بشأن اليان وتقارنين نفسك بفيث هيل والآن تلاحقين المشاهير كطفلة مدرسة صغيرة أنا فكرت فقط فكرتي؟ لا تفكري كفاك يا شيلة فقط تصرفي كأنك معتادة على هذا فيل أرني عرضاً لبي وأربع أي مساء تفضل سيد فين تفضل حسناً حسناً تبين أن بث الصور على الإنترنت يتطلب تقنيات وبنى تحتية متينة أسعيد بما ترى؟ أجل كان لدينا مسرح ولدينا عروض ولكن لا نملك القدرة لعرضها ثلاثة اثنان أعرف من أنت أتعرف؟ كانت شخصية مايكل فين مفبركة تماماً غير موجودة كان مايكل فين غطاءاً مدروساً لشخص خارج عن القانون وكان اسمه ديفيد كيم ستانلي أنا مايكل فين أنا مايكل فين مرحبا أنا مايكل فين مايكل فين أنا مايكل فين مايكل فين في خدمتك ديفيد كيم ستانلي ماذا؟ مايكل فين مايكل فين مايكل فين مايكل لا أعرف أن تسنت لك الفرصة كي ترى ذلك فاث غنت في اسكيس إنها المفضلات لدي وغنت أيضا بريث و the way you love me لقد كانت بغاية الروعة لقد عرفت ذلك ماذا قلت لك؟ قلت ستكون مظهلة لنعود للحفلة إذن كأنك تقرأين أفكاري لقد اتهمت وزارة العدل مايكروسوفت بممارسات لا تنافسية إقصائية مصممة للحفاظ على احتكارها لأنظمة تشغيل الحواسي بالشخصية ومحاولة مد هذا الاحتكار إلى برمجيات تصفح الإنترنت مرحبا ما هذا؟ تلاحق الحكومة الآن مايكروسوفت بكل قدرتها جميل لدي أيضا أخبار عاجلة إنها بخصوص موزيلا والأخطاء البرمجية المليونان ونصف المليون في سطور الشفرة والتي نسعى لإنهائها لا يجب السماح لأي شركة باستخدام قواها الاحتكارية بحجب المنافسين أو الابتكارات الجديدة نحن عجيلون نريد إنهاء ذلك في الربع الأول من عام 98 لقد استمرينا في العمل لآخر ثانية كان ذلك جنونيا حقا؟ رائع رائع عندما قمنا بنشر الشفرة المفتوحة المصدر كان الأمر ممتعا جلسنا جميعا لنشاهد التنزيلات عن الخوادم لم نكن واثقين أن أحدا سيرغب في تنزيله ولكن التنزيلات كانت كثيرة كان شيئا رائعا وكان شيئا مهما لنا كنا مثهولين فلم يقم أحد بهذا إنه أشبه بنتسكيب الجزء الثاني سنرى تنزيلا أؤكد لكم هاي عملوا هذا؟ تسمعونني؟ هل تسمعونني؟ اختبار اختبار لا تجعلني أرقص ربما سمعتم أطلقنا نصنا المصدري في الانترنت إذن نصنا يكون هو نص العالم والعالم العالم سيقوم بمساعدتنا على تصميم أفضل متصفح على الإطلاق حقا إذن نصنا يكون هو نص العالم هنيئا لكم هذا جاد؟ هذا جاد بما فيه الكفاية لأخبرك يوجين؟ نعم سيدي بعضتها أحسنت هناك مليون تفصيل عليه الحدوث والنجاح ولكن هذا يكون ضمن إطار المحتمل طبعا إن بصيرتي تخدعني اعتقدت أن وجود مسنين في الحفلة لن يجعلها مرحة مسنان؟ كطلاب آخر مرحلة ثانوية الذين يرغب بقية الأولاد بالتقرب منهم أجل حقا كان جيم يخبرني توان عنه حقيقة لم أخبره بعد بماذا؟ ليس هنا فلنذهب هيا لقد زاد تود وستيف من قيمة الشركة من خلال وجودهما هناك أشبه بريتشارد برانسون في فيرجين وأيضا أشبه بستيف جوبس في أبل هكذا كانا وهكذا رأيان نفسيهما سألت قناة CNN إن كان بمقدورهم عمل وثائقي لبرنامجهم الجديد محركو CNN يتطلب الأمر أن يدخل حياتي وحياة تود الشخصية ويوثق يوما اعتياديا أو حسنا وقال فريق الدعاية تبدو تلك فرصة جيدة لفعلها عظيم حسنا هيا كانت حلقة الـ CNN أسوأ مرحلة بالتجربة برمتها قاموا باتباع تود منفصلا ليروا ما هي تحياته الشخصية لحقوه إلى The Hamptons حيث قام بدعوة أصدقائه للعب الريشة لعبتها مرة في حياتي حضر منتج محترم لعبة ريشة لكننا دخلنا الحلقة طواعية لم نجبر على ذلك سألوني سمعنا أنك تحب الاحتفال والحياة الليلية أيمكنون اللحاق بك إلى أحد المقاهي؟ فكرة عظيمة ثم أخرج مقطعا صوتيا وسجلوه دون تصوير كنت فيه أستعمل السخرية والتهكم للأسف لدي فتاة؟ لدي مال؟ أنا جاهز لأعيش حياة مقرفة لقد قلت ذلك عندما لم تكن الكاميرا تعمل لا أعيش تلك الحياة ولكنه يتناسق تماما مع مشهد رقصي في المقهى بسروال من الفنين لدي فتاة لدي مال أنا جاهز لأن أعيش حياة مقرفة حركة غادرة كانت حلقة مؤذية جدا عرضت في وقت تماشى مع الأداء السيئ لسوق الأسهم وكان أشبه بصب الوقود على النار لقد أزالوا التسجيل من الحديث أنت من أنشأت الحديث حقا كم كان ليكون صعبا عدم قولك أي شيء كم كان صعبا البقاء في المنزل أو استئجار فيلم مع صديقتي لم أرد استئجار فيلم مع صديقتي بل الذهاب للمقهى بسروال بلاستيكي الفينيل؟ أجل وإن يكن أبلغ 25 عاما وأعمل بجهد كبير وأردت تنفس قليلا لست أي فتى بعمر الخامسة والعشرين ندير شركة قيمتها مليار دولار أديت دورا بقصة تقول ربما قيمتها أقل قلت لك آسف لا أعرف ماذا تريد أيضا أريد عدم حصولي هذا أجل ما هذا؟ أضغط على زر المسح سيستغرق الأمر ثوان عظيم ظريف جدا أراد رؤية حياتي فرأوها وفي حياتي أنا أخطئ لأني لست رجلا آليا أوه وأنت تعني أنني أنا رجل آلي حصل على صحافة حرة بملايين الدولارات أتعتقد السبب وراء ذلك هو أجوبتك المدروسة؟ أتعتقد أن سي أن إن ستعرض الحلقة لو أننا نلهو وحسب؟ ماذا؟ إن أردتني مملا وحذرا لنجرب خطة تودي كريزلما لفترة صحقا عندما التقينا إيجين اعتقد أن لدينا مليون مستخدم شهريا وبينما سي أن إن تعمل كنا بمرحلة الخمسة عشر مليون مستخدم شهريا بلغنا القمة بنحو عشرين مليون مستخدم فكان يصعد ويصعد ويصعد ومبيعات الإعلانات تزيد وتزيد وقد زادت إراداتنا من مليون إلى خمسة أو ستة ملايين عندما أطلقنا أسهمنا لتصل إلى عشرين مليون دولار عام التسعة وتسعين أشعلنا إطلاقات الأسواق المالية لذا طرحت مئات شركات الإنترنت أسهمها وإن تمكن مستثمر من الاختيار فسيختار شيئا جديدا الشيء الجديد والمرتفع بدأت أسهمنا تنحدر وتنحدر وعندما تعرض حلقة سي أن إن فسيصبح الأمر مثيرا للجدل أكثر وسيستمر سعر سهمك بالنغفاض إنه مذهش لكن تبين أن عمره ستة عشر عاما ويعيش في ريف جورجيا لست مهتمة بهذه القصة سهم بالمصدر المفتوح تعريفين؟ ما الأمر؟ اجتماع شامل فأنت مريضة؟ التهاب القصبات أسابيع التسعين ساعة عمل تضر بالصحة كان الاجتماع في الأسبوع المقبل أعتقد أنهم خائفون من موت تارا أهلاً مارك آه جيم أنا آسف لم أقصد الاتصال بك اتصلت بالخطأ لا تقلق قمت بخطأ مرة أشك أشعر بالوحدة هنا إن أردت انضم إلي هذا الصباح لدي مهم كثيرة سوف آتي لاحقاً حسناً إذن سأراك اسمعا وخمنا الجواب لما يرتدي مبرمجون لغة جاف النظارات؟ لا أعلم يا جف لماذا يرتدي المبرمجون النظارات لأنهم لا يستخدمون سي أي لغة البرمجة سي وهي أيضاً بمعنى أجل لقد فهمت لم أضحت لأنني خفت من أن أؤذي حلقي نكتة ساذجة لقد أحببتها لما تصادقك الفتيات؟ مرحباً مرحباً بكم جميعاً اسمعوا البارحة توصلنا لاتفاق من أجل بيع شركة نتسكيب للاتصالات إلى AOL من دوليس فيرجينيا كانت فكرتهم كلياً أعني لم أذهب إليهم وأقول أتريدون شراء شركتنا اتصل بي ستيف وقال إنه يريد شراء شركتنا التقيت باركس ديل العديد من المرات من ثماني إلى عشر مرات خلال عدة أشهر وفي النهاية توصلنا إلى مصلحة مشتركة اتحاد الشركتين إيجابي سيقوم بنقل AOL التي كانت مع المستهلك دوماً إلى جانب الشركة أعتقد أن فريق AOL أحب طبيعتنا واسم علامتنا وصورتنا في السوق تقول AOL إن جماهيرها على الإنترنت مع نتسنتر الخاص بنتسكيب سيتيح للمستهلكين وللشركات الكثيرة على الإنترنت ستكون أولى الصفقات العظمى للإنترنت عندما انتقينا نتسكيب كانت تقييم نحو أربعة مليارات دولار الشركتان جذابتان جداً على الإنترنت تحتل AOL ونتسنتر الخاص بنتسكيب تصنيفات علية على الإنترنت ويقول المحللون أن الضم سيكون هائلاً بدأت عملية خروجي منذ تلك اللحظة قلت أنسحب لم أهتم أن أكون جزاً من AOL صفقة جيدة برأيه بعد ثلاثة أعوام على إطلاق أسواق نتسكيب المالية يصدر صوت حزين يشير بنهاية استقلاليتها لم يكن واضحاً إن كنا سننجو كانت تلك الخطوة الصحيحة كان لدينا أفضل الناس والأذكى الذين يمكنك تخيلهم أحببتهم جميعاً أظنه أفضل شيء لفعله من أجلهم ومن أجل المستثمرين الصفقة ستقسم الشركة التي ملكت كل شيء قبل ثلاثة أعوام منتج صاعد والمؤسس الشريك والعبقري مارك أندريسن وإطلاقه للأسواق المالية ماذا؟ تعتقدون أنني وغد؟ ذو قلب بارد لا يأبه بمصير شركته لكي يحضر في اليوم المهم أنا غير قادراً على الإحساس بشيء في هذه اللحظة بل بأي لحظة حسناً إذن إن هذا تفسير معقول ومن المعقول أن إن شاء هذا المتصفح كان الشيء الوحيد الأهم في حياتي الشيء الذي أشعرني بالحياة والذي لا يعبر فقط عن طبيعة عملي ومسيرتي بل هو تجسيد حي عن ما هيتي لا يمكنني الوجود هناك لمشاهدته يموت أو ربما لا أريدهم أن يروني متحمساً للبيع هذا فوز كبير حالياً من يأبه أنها AOL فسوف أن سحبوا بمئات ملايين الدولارات أيهم الأصح كميات غير معقولة من الجهود وذلك مع إنشاء موزيلا كوحدة مفتوحة المصدر وكان من المفترض أن يسمح لنا ذلك بتجاوز المحنة ومن ثم عندما تم الإعلان عن حيازة AOL صدمنا لم يفشل الأمر وحسب بل أيضاً سنشترى من قبل الشركة التي سخرنا منها في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية هذا لا يجوز أجل فعلاً كان ذلك كان ذلك بمثابة مسامير في النعش لكثير من الناس في ذلك الوقت قدمت استقالتي بينهم أنا بصراحة لم يعود لدي الاندفاع للخوض في حرب المتصفحات الجندية اكتفت حينها بدأ ما سميناه شتات نيتسكيب بدأ الناس يستقيلون انتهت الحرب حينها أملت نيتسكيب أن تقوم بإنقاذ الشركة وإنقاذ تجارة المتصفحات والفوز ببعض المعارك في تلك الحرب ولكن لم ينقذ ذلك نيتسكيب بالنسبة لأولئك الذين اهتموا بالمتصفح والتكنولوجيا والأفكار التي كانت لدينا عن صنع شيء يغير العالم نجحنا نوعاً ما بشكل يفوق تصورات أي شخص عن النجاح كنت جزءاً من إنجازين مذهلين في مجال التكنولوجيا المتقدمة وأنا ممتنة لذلك بول هاي لي أنا مايكل فين لدي مكالمة فائتة فاتتك 22 مكالمة مايكل يمكنك أن تتفهم أنه كان يوماً جنونياً هنا أعتذر ولكن لا يمكننا مجادلة النتائج أنت تمزح معك حق بعض الناس ظنوا أن فرقة كيس كانت تزامن الشفاها مع التسجيل لكنه مستطيع أنا لا أتحدث عن هذا اسمع لم يعمل آيباش يا مايكل لم تفي بوعدك لدي هنا مجموعة من الناس سيخالفونك الرأي كيف كان رأيكم بآيباش؟ رائع قمت باتصالات لكن لم يعرض أحد البث آه هذا جوابك؟ حسناً ماذا قال تقنيوك الذين أداروا البث؟ قلت لهم أن آيباش مستحيل أن يعرض على الإنترنت باستخدام تكنولوجيا بيكسل ألدأ أي أحد منهم خط سرعة تي واحد فالتحميل على خطوط تي واحد أصدقاء في شيكاغو أصدقاء في لوس أنجلس ميامي دالس صديق مكتبه يطل على الشاشة الكبيرة بتايمز سكوير لا أحد لا أحد رأى أي شيء مايكل لا أحد ليه؟ هل قمت بشيء ما أهانك؟ أجل لقد أنفقت 12 مليون دولار من أموالي على شيء لم يعمل 12 مليون دولار من أموالك؟ إنه لم يعمل اعترف فقط حتى لو كان ما تقوله صحيحا وأنا لا أعترف دعنا نتخيل أنك محق بكلامك الحواسيب ومشغلات بيكسلون كانت طارد شاشاتا فارغة لم يحدث شيء كل شيء فشل ولم ينجح إن ذلك فعلا لا يهم حسنا فما يهم هو أنه يمكنه أن يعمل في يوم ما هذه هي اللحظة الآن هذه هي الثورة التقنية المذهلة حقا إنها ما يتمناه الناس جميعا وعد بغد أفضل هذا هو ما نبيعه لذا ولحسن حظنا كان يعمل فعلا لقد زيفوه آيباش كان حيلة هذه فقط لمسة أخيرة حسنا نتحدث لاحقا من هو رجل الأعمال الغبي لينفق أمواله كلها على حفلة في حين أن تقنيته ليست جاهزة وعليه أن يقوم بتجهيزها أولا عشرة أو خمسة عشر مليون دولار تمازحني هل أنت ذاهبون الآن؟ لا أحب أن أسر كثيرا أحببت ذاهو؟ مذهلون إذن أنت مسرور اليوم؟ بالتأكيد فكل شيء على ما يرام فكل شيء على نفسك فكل شيء على معالم الوقت Earlier ترجمة نانسي قنقر